احنا كان معنا اتصال قبل الشيخ سليم عبد الرازي فكان سألت سؤالين بانتهى المطلقة زواجة رجل المتزوج وكانت عايزة تعرف من وراهم حكم زواجها وحكم ما فعلته هو اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زواجة الا ابو ولي نعم فاذا لم يوجد ولي فيعتبر الزواج فيه شبهة ومخالف ولكن يا الام هنا ولكن من الواضح ان ابوها مش موجود الام ما قد تكون يأتي العم او الخال او الاخ او غير ذلك هي مطلقة ولكن ما لابد ان يكون ولي برضه ولكن من سؤال الام يتضح عدم الرضا عدم الرضا انها لا تقبل بهذا الزوج او انها لا تقبل بتصرف ابنتها يعني حينما تتصرف من تلقاء نفسي انا اختر هذا الرجل من تلقاء نفسي فده امر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن لابد من مشاورة الولدين و لكن هما قالوا برضه بتقول ان اختها كانت تال لكانت معيها ففي جزء ابن العيلة كان موافق و جزء كده مش موافق هو الذي يعنيني في هذا الامر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زواجة الا بولي اذا انتفى الولي فاصبح في شبهة هنا و امر مخالف و لكن الام هنا تسأل سؤال في عدم رضاها بما فعلته ابنتها نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه في الاول ما كملناهوش و الذي نفسه محمد بيدي لا تقوم الساعة خلي بالك يا احباب حتى يخونوا الامين و يؤتمنوا الخائن و يظهر الفحش و التفحش و قطيعة الارحام وسوء الجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا ان قطيعة الارحام علامة من علامات قيام الساعة نسأل الله العفو والعافيه فيجب ان احنا نكون متحبين متألفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايضا في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسدي بالسار والحم اذا اجابت حضرتك على سؤالها ان زواج بنتها في شبهة لا لا ما قلتش كده اذا لم يكن هناك ولي هي موضحتش هي ولكن الواضح من سؤال الام انها غير راضية عن تصرف ابنتي ما كبرتش امها ما حضرتهش معاها ما كبرتهش قدام الناس وما استشرتهاش هي برضو سألت سؤال تانا فواضح ان يعني كان فيه لو هي عايزة تجيب وليه فكان فيه وليه انها بتقول ان اقوها اكيد اولا المأزون لا يقدر ان يقر عقد الا بوليه المأزون لا يقوم باجراء عقد الا اذا استوفت الاركان والشروط السؤال تانا